الحكومة معنية بعلاقتها مع قوات التحالف الدولي وهذا في صلب واجبات الدولة والحكومة العراقية ولا تهاون في هذا الأمر أخفقت كل تحركات وجهود رئيس الوزراء محمد الشيعة السوداني في إيقاف هجمات الفصائل ضد القوات الأمريكية في العراق بعد ثبوت حالة من التمرد على توجهاته وخصوصا من الفصائل غير المشاركة في هذه الحكومة أو التي لا تمتلك مشاركة في البرلمان وفي الأوينة الأخيرة ركزت الفصائل جهودها على سوريا وكثفت استهداف القواعد العسكرية على الحدود وقالت مصادر أمنية إن نقل منصات الصواريخ يتم عبر سيارات تابعة لهيئة الحشد الشعبي وذلك عبر أرتال عسكرية تدخل بعض المناطق القريبة من الحدود السورية الشاحنات التي تقوم بعمليات القصف يتم إعدادها مسبقا داخل العراق بتنصيب منصة إطلاق صواريخ محلية الصنع وبالعادة لتعود إلى داخل العراق ويتم تركها هناك ووفقا لمعلومات حصلت عليها واني نيوز فإن الفصائل تسيطر على عدد من المعابر الحدودية غير الشرعية بين العراق وسوريا ويبلغ عددها أربعة أو خمسة معابر تستخدم لنقل الأفراد والسلاح ويشرف عليها ضباط في حرس الثورة الإيراني وبالعادة لا تقضع الأرتال العسكرية التابعة للحشد الشعبي إلى أي عمليات تفتيش من قبل السيطرات ونقاط التفتيش المنتشرة على الطريق السريع المؤدي إلى الحدود سيما وأنها تكون مرفقة بقوات مرافقة للحماية ومؤخرا استخدمت الفصائل أساليب جديدة للتعامل مع القوات الأمريكية من خلال استهداف قوة أمريكية في نينوى بعبوة ناسفة وكانت الفصائل تستهدف الأرتال الأمريكية التي تحمل دعما لوجستيا على الطرق الرئيسية بين المحافظات قبل أن يتم إيقاف هذه الاستراتيجية منذ أشهر